أهلا وسهلا بكم ببدويترايدز اليوم عنا شو كتير مهم بدا نحكي عن أهم أخبار سوق الكريبتو والعاملات الرقمية بدا نحكي عن مؤشرات كتير مهمة ما كنا مرقبين قبل ولازم نحكي عنا شو قال إيلون ماسك عن التضخم المالي وشو قال جاي بي مورغن عن الركود الاقتصادي وكتير أخبار مهمة لايك وسبسكرب للشانل وخلينا نبلش أول شي البيتكوين بعدها بالقناة الصاعدة هايدي عم نطلع وننزل تقريبا فيها في عنا يعني هلأ نحن هون بكعب القناة لازم نشوف صعود إذا لا هيدا بس البيرفراج حكينا عنه متل ما قال جارت سولوي المتوقع الترجيح أكتر أنه ينكسر لتحت بس في كتير بعد فيه أعمال أنه نضلنا طالعين لنضلنا طالعين لازم نسكر الجمعة ضروري نسكر الجمعة فوق معدل الميتان جمعة معدل السعر على الميتان جمعة 200 ويك موفينج أفرج لازم نسكره اليوم فوقه لازم نسكر فوق هذا السعر هذا شي ضروري السكننا فوقه يعني الزخم البوليش الصعودي بعده هو بالتحكم السكننا تحته هو البيريش بالتحكم كالبت أحد الأشخاص المحلين قال أنه البتكوين بعده أوفرسولد يعني من بيع كتير على مؤشرات 12 شهر ويليامز أوسيليتور هو بيحكي بيفوت بالديتيلز أنه عادةً بتضاين هادي لثمينة شهر بنوصل ماكسيموم للناقس 53 بالمية بعد ما تبين هادي المؤشر حالياً نحنا على ناقس 44 شكلنا ماشيين بمرحلة تجميع مناطق كتير منيحة للواحل يجمع على المدى البعيد إيلون ماسك شو قال إيلون ماسك قال أنه أمريكا اليو اس أطعت فترة التضخم المالي العالي وبلش بعد ما هو بيع تسعين المين من البتكوين طبعه وأكيد يعني بس وصلنا للبيك وصلنا لأعلى نقطة من التضخم يعني هلا لازم نبلش نشوف هبوط عسيرة التضخم المالي بدنا ننطر كتير مهم ننطر بعد ثلاثة أيام أو بأوغست عشرة عشرة ثمانية بدأ تطلع أرقام الـ CPI بأمريكا لازم نرقبها ونعرف شو بيصير أكيد إذا طلعت نفس الكمية أو أعلى هيدا الشيء سلبي كتير على السوق JP Morgan قال أنه هو برأيه ركود الاقتصادي صار مسعر بالأسعار يعني نسبة الهبوط اللي صارت حسبت حساب الركود الاقتصادي يعني ما بقى نلاقي ملاح يتأثر فقا أكتر من هيك فيه مؤشر حكي عنه وينكلمنتي أحد أهم المحللين على الشبكة عم يحكي عن الدولار USDC والUSDT الدولار اللي بيستعمل العملات السابت اللي بتستعمل بالكريبتو عادة وقتا يكونوا عم يطلعوا الدولار عم تطلع بش كميات هائلة شو يعني يعني العالم عم تبيع البيتكون والكريبتو وعم تتركها بالعملات السابتة اللي هتشتري بعدين لأنه هي بتعترف ان السوق عم ينزل عم ينزل أكتر بينما إذا ملاحظ الUSDC والUSDT عم ينزل كميات اللي فيه وقتا ينزل العملات السابتة من السوق تنزل كميات اللي فيه من السوق وشي يعني هيدول العالم عم يشتروا عملات رقمية تانية يعني عم يشتروا بدكو عم يشتروا اثيريا عم يشتروا كثير عملات غير وهالشي بفرجينا انه كثير اموال عم تفوت عسوق يعني الحيتان عم تبلش او الانستيوشن عم يبلشوا يشتروا يمكن وهالشي ايجابة يعني منتوقع على المدى القصير نجب نشوف صعود هلا يمكن على الصعود ما يكون دائم بس يكون صعود موقت هكي عادة بصير وقت الو اس دي سي بيفوتوا عالسوق هو بكون بينزل و وقت يكون و عم يطلع يعني لازم نتوقع البيتكوين عم يهبط يعني في علاقة عكسية هون بيطلع البيتكوين بتهبط هون بيهبط البيتكوين بتطلع هذا شي لاحظنا يجب ان هالهبوط ايجابة اكبر بالبيتكوين شوفي غير اخبار بالسوق هاي د اكيد خبرية عاطلة انه هن مع احد المعدنين بيعوا هالشهر اكتر مما هن طلعوا من التعدين يعني عم يبيعوا اكتر واكتر لانه كلفة التعدين غالية اه من ورا شو عم بيصير سو بيعوا الفين تقريبا الفين بيتكوين اه هالشهر اه بليت جون ما هدا الارقم ماخرة شوي بجين بشهر ستة اه يمكن يوقف استعمال الفانتم هيدا شيء سلبي للفانتم بعرف كذا حدا كان عم يسألني عن الفانتم وانا بيحمل الفانتم ويحب الديفاي عليه بشكل كتير كبير بس فعم بيخافوا من البرجز الجسور والهاكس اللي عم بيصيروا يمكن يوقف الفانتم على البلاتفورم طبع اوفي من ورا الخوف هيدا الشيء من ورا البرج هكس اللي عم بيصير هالشيء سيكون شوي سالبي على الفانتم بس بشكل عام اما برأيه سيأسل بشكل كتير كبير ايضا الشيء قريبا جدا استاكينج اول ما يطلع استاكينج اول ما يطلع استاكينج قلتلكو انا امتا انا بتاقت بالكونفرنس اللي اللي حمي يععملو اول ما يعملو استاكينج هالشيه لحي يغير الايكونومي تبع ايضا الشيء ولحي يخلي السعر يقب برأيي انا اه شو فيه غير افلانش افلانش عم بتعمل ارقام جديد بغض النظر نحن ببير ماركت ولا بول ماركت عملت اكبر عدد معاملات او ترانزاكشن كاونت يلي هي مليون وثلاثمئة وخمسة واربعين الف وميتان وخمسة عملتها هالشهر ايضا اذا بنكون محددين بخمسة الشهر هذا الشي كتير منيح لانه عادة تكون الواحد ببير ماركت ما بيكون فيه تعامل وترانزاكشن كبيرة على الشبكة بفجرك قوة الافلانش هيدا الشي كتير منيح للافلانش متا اخبار عن التبني متا يلي هو الفيسبوك عم يزيد عم يزيد الادوبشن على الكريبتو على التبني على الكريبتو اكتر هلأ عمل الانتجريشن للميتا ماسك رينبو والت كوين بايس والت دايبر والت ترست والت يعني كذا محفظة رقمية عم يصير فيكم تستعملون توصلون على الميتا او الفيسبوك تبعكم مش هالشي كتير كتير ايجابي حتى الانستغرام تبعكم سوفيكم تشوفوا الانف تي بالديجيطال كولكتبلز على الانستغرام تبعكم عم تشوفوا التبنيك عم بيزيد يوم بعد يوم على الكريبتو هلأ التيكيت ماستر كمان احد اهم شركات بالعالم عم تعمل دعاية لبدون برودكت مانجر حدا يكون مسؤول عن برودكت مانجر عندهم مدير عندهم عم بيقدموا شغل بالانف تي تيكيتينج انتيجريشن يعني حتى الوظائف عم بتكون العلاقة بالكريبتو كاردانو حيتان الكاردانو عم تشتري اكتر واكتر 138 مليون كاردانو انشاريت هيدا شي كتير ايجابي خاصة الحيتان بلشت تشتري من فرد حوت الحيتان بدشت تشتري انه عارف في الفاسل هارتفورك جاي اول ما يجي التطوير علي اللي هو اسمه فاسل هارتفورك لحنشوف السعر عم تطلع حتى السنتمنت عم تفرجينا زيادات بالعالم اللي عم تشتري وهذا شي كتير كتير ايجابي بالاخر بدي انهي بها الشهر عملت تويت انا على بدوي اندرسكور تريد الحقوني هونيك هالشهر بالله سيتم توزيع مية واربعين الف بيتكوين من العالم اللي خسروا اموالهم خلال الهاك تبع ماونت جوكس هذه صارت من شي سبع سنين هلأ هول عالم شارين من سبع سنين ونطرين اللي مدرق ديه هلأ لاحيحسروا على عملاتهم السؤال اللي يبقى شو لحيعملوا بالعملات انا عملت بول هون لنعرف شو رأي العالم تسعة وسبعين بالمية اللي هلأ بيقولوا لحيبيعوا وواحد وعشرين بالمية اللي هلأ حيقولوا لحيعملوا هاضل صار عنا مية وخمس اصوات خلينا شوف انا برأيي لو شو ما يصير لحيقسر على السوق حتى لو بيع خمس وعشر بالمية منهم هون يعني بعدنا عم نشوف خمس وثلاثين الف بتكون عم بتفوت على السوق ما حدا بيعرف شو يمكن ما يعملوا ما يبيعوا ولا شي وما يأثر على السوق أبدا بس اذا تم البيع او كميات كبيرة من البيع لحيكون هالشي كتير كتير سلبي على السوق ان شاء الله بساطوا بهالفيديو اليوم فيديو سريع لان اليوم ما في كتير معلومات عطلة الويك اند بالدول الغربية بس اذا بساطوا بالفيديو بليز لايك وسبسكراب للشانل وللحقونا على تويتر وعالتليجرام وانا تشوفكم قريبا بفيديو جديد وماركت اوبديت جديد شكرا